تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي تنظمها القوات المسلحة خلال فترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية واصفرت نتائج منافسات البطولة الدولية للتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرقة التي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية أصفرت عن حصول مصر على المركز الأول بالنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني والعراق بالمركز الثالث استمرت فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقد أصفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122 نقطة والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة فيما أصفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب وساما لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروس رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد